عايزين يفرحوا الجمهور اللي زي ما قولنا الجمهور ده اللعيب رقم واحد اللي احنا من غيره ما بنعملش حاجة الجماهير دي هي سر روح ومكسب لعيبة النادي الاهلي الجماهير حتى ثقة كبيرة جدا وعارفين يعني ان لعيبة النادي الاهلي مش ممكن يخزلوهم في كل المواقف الصعبة ما بيخزلوش جماهيرهم واحنا دايما سر قوتنا بتواجد الجماهير حوالينا لعيبة النادي الاهلي المتواجدين في السودان زي غيرهم زي على مدار العصور اللي فاتت على قدر المسئولية والمعروف طبعا عن لعيبة النادي الاهلي كلهم ان شاء الله ان هم اول ما بينزل الملعب ما بيأثرش بدا بيحط بس حاجة واحدة بس قدام عينيه المكسب واسعاد الجماهير والنادي الاهلي بس ان شاء الله يكون المكسب من نصبنا بإذن الله بإذن الله اللي احنا كمان خلي بالكم شفناه في تصريح معانا اللعيبة هو طبعا وعايز اقول لكم حاجة بالمنظر دوت انا لما ببص في عيون اللعيبة بحس التركيز يعني احنا في بعض المباريات اللي هي بتبقى صعبة قوي تحس ان اللعيبة مركزة تركيز عالي جدا والتركيز عالي جدا ما يكونش زيادة عن لزوم علشان ما يقلبش للضيد ولكن تحس ان في جدية في اسرار ان شاء الله بإذن الله في عزيمة وروح عالية ان النادي الاهلي النهاردة يحقق المكسب الجدية دي خلي بالكم انا ما مشوفتهاش بلكده غير في النادي الاهلي الجدية والاسرار والتركيز والتحدي لو رحت عندية تانية حتلاقي ايه في بعض المواقف حتى المواقف الصعبة تلاقي ناس بتضحك ناس بتهزر ناس واخدى الامور مش بجداوي لا في النادي الاهلي لا حتى المسؤولين خلي بالكم يعني حتى المسؤولين تلاقي الجدية على وشورشهم حتى اللي مش هيلعبوا حتى اللي في الجهاز حتى اللي في الجهاز الاداري الجهاز تلاقي لا فيه جدية انت عندك موقف والله سواء صعب أو سهل احنا تعودنا على كده في النادي الاهلي سرامة جدية تركيز بندي كل فرقة حقها بندي كل مبارا حقها علشان في الاخر نحقق المكسب اللي احنا عايزينه وانحقق اللي الناس عايزاه يعني ادي لقطات حصرية على الهوى ايه ليه القناة النادي الاهلي وزي ما عودناكم هنا في قناة النادي الاهلي بندخلكوا دايما في اجواء الحدث وكابتن سيدة هو وبعض المسؤولين كابتن سامير عدلي ولكن ولكن اللي انا عايز اقوله انها مسئولية مشتركة مش مسئولية لعيبة بس لا مسئولية الاجهزة كلها الجهاز الفني الجهاز الاداري الجهاز الطبي وكمان اللعيبة واحنا عندنا ثقة كاملة في الجميع انهم النهاردة ان شاء الله يحققوا الفوز وزي ما احنا سمعنا في المؤتمر الصحة في المسر المسلماني هو تقريبا قال نفس الكلام اللي هو قاله في فيتا كلاب هو اتكلم كويس على لعيبة النادي الاهلي وقال ان هما عليهم ان هما يقتلوا في الملعب علشان يكسبوا ويحسموا السعود ومجرد ما تكسب زي ما قلنا يبقى انت عينك بعد ما تعدي ماتش النهاردة ان شاء الله عينك على الماتش اللي جاي بعد كده ليه الصدارة لان ده هو النادي الاهلي وزي ما شايفين هم برضو اللعيبة طلع من الفندق ورايحين على شايفين الشناوي شايفين سعد سمير وشايفين الجدية على وجوه الجميع يعني انا حتى بس عايز اطلع واحد مثلا يكون بيهزر بيضحك لا مش عندنا دي ومهم ان شاء الله ان شاء الله يكون ده المشوار للملعب هو مشوار السعود بصفة نهائية نرجع تاني للكلام اللي هو قاله ميستر موسماني وهو رجل كان واقعي جدا يعني ميستر موسماني ما بيتكلمش في الاحلال يعني الماتش اللي فات لما احنا قبل المباراة بنشوف هو قال ايه فالأنا بيقولوا ايه انا جاي النهاردة اكسب انا جاي النهاردة واكسب واعمل الماتش كويس واكسب بسكور انا جاي النهاردة بلعب هنا لحاجة واحدة بس للفوز البعض افتكره في الاول افتكره ان هو عارفين انتو لما بنلعب فرق افريقية فتلاقي مثلا الفرق مثلا مثلا خسرنا هنا ثلاثة او اربعة ولا حاجة فيقولك احنا هنكسبكم هناك خمسة كانت بتحصل فاحيانا بعض الناس افتكرت ان ده يعني ايه الميستر موسماني بيلعب الفرق دي معنويا بيحاول يؤثر عليهم معنويا لكن هو قال ان هو جاي يكسب بيتعامل مع الامر الواقع صحيح فيه لعيبة غايبة مهمة جدا زي علي معلول حمدي فاتحي لكن ميستر موسماني عنده ثقة كبيرة جدا في الموجودين كلهم لهم حيكونوا ان شاء الله ان شاء الله عنده حسن الظن لان ده النادي الاهلي وزي ما قلنا بلكده ان النادي الاهلي مش ما بيقفش على حد بس فعلا اي 11 لعيب بيمثلوا النادي الاهلي قادرين ان هم يحققوا الطموح ويحققوا المكسب اللي الجمهور عايزوا واللي هم عايزينه اشتركوا في القناة